اسم الدرس أوظف مكتسباتي وأقيمها المسألة الأولى أولاً اشترك أخوان بالتساوي في شراء قطعة أرض في شكل شبه منحرف مثل ما يبينه الرسم حيث دال جيم 5 على 4 ألف باء بعد مدة اقتسم الأخوان قطعة الأرض فنال الأول القطعة ألفها كافدال ونال الثاني القطعة المتبقية فكانت المساحة التي نالها الأول 4 على 5 المساحة التي نالها الثاني وقدر الثمن المتر المربع منهما بخمسين دينار ما قيس مساحة القطعة التي نالها كل منهما الإجابة الإجابة دال جيم يساوي 5 على 4 ألف باء هذا يعني أن دال جيم يساوي 36 على 4 في 5 يساوي 45 متر مساحة كامل القطعة طول القاعدة الصغرى مع طول القاعدة الكبرى في الارتفاع على 2 36 مع 45 في 21 على 2 يساوي 81 في 21 على 2 يساوي 1701 على 2 يساوي 850.5 متر مربع نعلم أن مساحة القطعة الأولى يساوي 4 على 5 المساحة التي تمثل القطعة الثانية وهذا يعني أن المساحة الثانية تساوي 5 على 5 ومساحة كامل القطعة هي 9 على 5 بالتالي فإن نقيس مساحة القطعة الأولى يكونك الآتي مساحة القطعة الأولى بالمتر المربع 850.5 في 4 على 5 على 9 على 5 يساوي 850.5 في 4 على 9 يساوي 378 مساحة القطعة الثانية بالمتر المربع مساحة كامل القطعة إلا مساحة القطعة الأولى 850.5 إلا 378 يساوي 472.5 متر مربع أبحث عن قيس مساحة كل قطعة بطريقة أخرى مستعينا بالرسم البياني الإجابة الإجابة انطلاقاً من الرسم السابق نلاحظ أن ألف ها يساوي ها با يساوي دال كاف يساوي 36 على 2 يساوي 18 متر ومنه فإن نقيس مساحة القطعة الأولى ألف ها كاف دال متوازي الأضلاع 18 في 21 يساوي 378 متر مربع قيس مساحة القطعة الثانية ها با جيم كاف شبه منحرف كاف جيم يساوي دال جيم إلا دال كاف يساوي 45 إلى 18 يساوي 27 متر 27 مع الثمانية عشر في 21 على 2 يساوي 472.5 ما المبلغ المالي الذي يعطيه أحدهما إلى الآخر لتكون القسمة عادلة؟ الإجابة قيمة الأرض قيمة الأرض تساوي المساحة الجملية في 8 المتر المربع الواحد 850.5 في 50 دينار يساوي 42,525 دينار نصيب كل منهما من قيمة الأرض قيمة الأرض على 2 يساوي 42,525 على 2 يساوي 21,262.5 دينار قيمة كل قطعة القطعة الأولى 42,525 في 4 على 9 يساوي 18,900 دينار القطعة الثانية قيمة كامل الأرض إلا قيمة القطعة الأولى 42,525 إلا 18,900 يساوي 23,625 دينار المبلغ المالي الذي يعطيه الثاني للأول المبلغ المالي الذي يعطيه الثاني للأول يساوي قيمة القطعة الثانية إلا نصيب كل واحد منهما 23,625 إلا 21,262.5 يساوي 2362.5 دينار أبحث عن هذا المبلغ بطريقة أخرى مستعينا بالرسم البياني الإجابة المبلغ المالي الذي يعطيه الثاني للأول المبلغ المالي الذي يعطيه الثاني للأول يساوي نصيب كل واحد منهما إلا قيمة القطعة الأولى 21,262.5 إلا 18,900 يساوي 2362.5 دينار ثانيا قطعة الأرض ألف باء جيم دال مستطيلة الشكل قيس عرضها 2 على 3 قيس طولها اشتراها مواطن بـ 25 دينار للمتر المربع الواحد بعد مدة اقتضت المصلح العامة مد طريق فاقطعت البلدية من هذه الأرض القطعة هاء باء جيم حيث هاء باء يساوي 1 على 2 ألف هاء ودفعت للمواطن بعنوان التعويض 15 دينار عن كل متر مربع منتزع أحدد الثمن شراء قطعة الأرض ألف باء جيم دال الإجابة عرض القطعة 43.5 في 2 على 3 يساوي 29 مساحة الأرض 43.5 في 29 يساوي 1261.5 متر مربع ثمن شراء قطعة الأرض المساحة في ثمن المتر المربع الأول 1261.5 في 15 دينار يساوي 31.537.5 دينار أحدد قيس مساحة القطعة المنتزعة الإجابة قيس طول هاء باء يساوي 1 على 2 ألف هاء نلاحظ أن ألف هاء يساوي 2 على 3 دال جيم بالتالي هاء باء تساوي 43.5 على 3 يساوي 14.5 متر قيس مساحة القطعة المنتزعة مساحة القطعة المنتزعة تساوي مساحة المثلث تساوي القاعدة في الارتفاع على 2 14.5 في 29 على 2 يساوي 210.25 متر مربع أثبت حسابياً أن قيس مساحة القطعة المنتزعة يمثل سدس قيس مساحة كامل القطعة الإجابة المثلث هاء باء جيم يمثل 1 على 6 المستطيل لأن ألف باء تساوي باء هاء في 3 وبالتالي المثلث في 2 يساوي 1 على 3 مساحة المستطيل أحدد المبلغ الذي دفعته البلدية للمواطن تعويضاً عن القطعة المنتزعة الإجابة المبلغ الذي دفعته البلدية للمواطن تعويضاً عن القطعة المنتزعة المبلغ التعويضي يساوي مساحة القطعة المنتزعة المثلث اشتركوا في القناة الإجابة المساحة المتبقية المساحة المتبقية تساوي مساحة كامل القطعة إلى مساحة الأرض المنتزعة 1261.5 إلى 210.25 يساوي 1051.25 متر مربع قيمة الأرض المتبقية سمن شراء كامل الأرض إلى المبلغ التعويضي 31.537.5 إلى 3153.75 يساوي 28.383.75 دينار كلفة المتر المربع من القطعة المتبقية قيمة الأرض المتبقية على المساحة المتبقية 28.383.75 على 1051.25 يساوي 27 دينار